التنكس البقعي مقدمة تقع النقرة في مركز البقعة اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة النقرة هي المكان الوحيد في الشبكية الذي تكون فيه الرؤية عشرين من عشرين ما هو الشكل الذي يسبب فقد بصر أكثر شدة اختر إحدى الإجابات التالية أولا الشكل الجاف من التنكس البقعي ثانيا الشكل الرطب من التنكس البقعي إجابة صحيحة يكون التنكس البقعي الرطب أكثر شدة ولكنه أكثر ندرة ولله الحمل تكون الإصابة بالتنكس البقعي من الشكل الجاف غالبا عندما تشخص أول مرة اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة تكون الإصابة بالتنكس البقعي من الشكل الجاف غالبا في كلتا العينين عندما تشخص لأول مرة ولكن قد تكون الإصابة في إحدى العينين أشد منها في الأخرى قد يكون الألم من علامات الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر اختر جواب صح أو خطاء إجابة صحيحة لا يسبب أي من نوعي التنكس البقعي الرطب والجاف الألم يجب البدء بإجراء فحوص دورية للعين للتحقق من الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر اختر جواب صح أو خطاء إجابة صحيحة بما أن العلامات المبكرة للتنكس البقعي قد لا تكون ملحوظة فإن أفضل وسيلة للتحري عن هذا المرض هي إجراء فحوص متكررة شاملة للعينين قبل ظهور أي أعراض بما أن التنكس البقعي الجاف غير قابل للمعالجة فإن الأشخاص المصابين بهذا المرض سيفقدون أفصارهم حتما اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة على الرغم من عدم توفر معالجة شافية للتنكس البقعي الجاف حاليا لكنه يتطور بردء ويستطيع معظم المرضى أن يعيش حياة طبيعية منتجة خاصة إذا بقي النظر لديهم جيدا في عين واحدة على الأقل ليست الجراحة الليزرية من طرق معالجة التنكس البقعي الرطب اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة الجراحة الليزرية هي إحدى طرق معالجة التنكس البقعي الرطب وإذا أوصى اختصاصي العيون بهذه الجراحة فإن على المريض إجراءها حالا شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين ترجمة نانسي قنقر